اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسو دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر رجل في الخمسين من عمره مارضت ابنته وعمرها خمسة عشر عاما فاوصاه الاطباء بالذهاب بها من القرية الى اهم مستشفى بالعاصمة فتوكل على الله وسافر بابنته وهناك فوجئ بمساحة المستشفى حيث كانت مدينة طبية متكاملة يسير فيها الراكب بسيارته فتعب من السير بابنته وجلس يستريح في مكان مخصص لركن السيارات وكان بين الحين والاخر يبكي دون ان تراه ابنته بسبب قلة حيلته وبينما هو كذلك واذا بسيارة فاخرة تركن بجواره ويخرج منها شاب وسيم توجه نحوه وسأله عن حاجته ثم ظل يتأمل في الرجل طويلا وبعد ذلك طلب منه بطاقته سلم الرجل البطاقة للشاب فاخذ يتأمله مرة اخرى من رأسه الى اخمص قدميه وعلامات الدهشة تملأ وجهه وفجأة دمعت عينا الشاب فسأله الرجل ما بك يا ولدي هل اصابك مكروه لا قدر الله قال الشاب بعد ان حامل ابنة الرجل لا وانما اشفقت لحالك تعال يا عم معي دخل الشاب اروقة جناح طبي متخصص ووضع طفلة على كرسي متحرك واخذ يأمر وينهى والكل يحييه تحية تقدير واحترام ويتودد اليه وراح يطوف بالبنت بين مختبر التحاليل وجناح التصوير بالاشعة وقسم التخدير والانعاش والجراحة العامة وفي حدود الساعة الرابعة صباحا كانت البنت قد اجريت لها عملية جراحية ناجحة واستعادت وعيها فحمد الرجل ربه وشكر الشاب الذي كان اهم طبيب بالمستشفى وقال له سيبقى جميلك يطوق عنقي ما حييت وبعد ثلاثة ايام امر مدير المستشفى بمغادرة ابنة الرجل فطلب الشاب من الرجل ان تمكث الطفلة في بيته اسبوعا اخر حتى تسترد عفيتها لان السفر متعب والمسافة بعيدة وبالفعل مكث الرجل وابنته في ضيافة الشاب سبع ليال وكانت زوجة الطبيب الشاب تخدم ابنته وتعاملها بمنته الرقة واللطف وفي الليلة السابعة عندما وضع الطعام العشاء على المائدة قال الرجل والله لن اذوق لك طعاما الا اذا اخبرتني من انت انت تخدمني طوال اسبوع كامل وانا لا اعرفك وامام اصرار الرجل قال الشاب يا عم ان كنت تذكر من عشرين عاما فانا ذاك الطفل الذي اعطيته عشرة جنيهات عندما كنت اجلس خلفك في الحافلة وكنت احدث زميلي قائنا له هذا العام شحت السماء ولم تنبت الارض شيئا وابي فلاح فقير ليس بيده ما ينفقه علي ولذلك فانا مضطر لترك مقاعد الدراسة هذا العام فلما سمعتني تأثرت واخرجت عشرة جنيهات وقلت لي هذا المبلغ يفي لشراء الادوات المدرسية كلها فانا يا عم ذلك الصبي ابن قريتك وابن فلان ولولما اعطيتني ما اصمحت اليوم كما انا والحمد لله انقدرني لارد لك بعض الجميل والله يا عم لو اعطاني احد كنوز الدنيا لما فرحت بها الان كفرح يومها بما اعطيتني بك الرجل وقال للشاب اتذكر كل ما قلت ومنذ ان مرضت ابنتي واستحال شفاؤها وانا ادعو ربي بخالص الاعمال حتى التقيت بك وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتم ترجمة نانسي قنقر